السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية الدولار او الدولارات في المنام اللي بتدل للرأي على ان امواله في الواقع حلال او ان هو ان كان بيخشره اموال حرام في الواقع فمعناها ايه الرؤية اللي هتدل ليه ان هو هيبتدي يستغنى عن المال الحرام ويتجه الى المال الحلال ونقول بقى ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو كان معاه دولارات بس الدولارات دي قديمة ومقطعة ورديئة يعني بنقول عليها كده ايه بقى ايه او ورقها مستهلك وراح جاي رماها فالرؤية دي هتكون دلالة للرأي ان هو كان بيدخل له اموال حرام سواء بقى كان يعرف بيها او ما يعرفش وان ربنا سبحانه وتعالى منع عنه هذا المال الحرام اما بقى ان هو ان شاف رؤية في المنام ان هو برضو تخلص من الدولارات ديه وجاله بدلها دولارات جديدة فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة له ان على قد ما هو استغنى عن المال الحرام ربنا هيعوضه اكتر واكتر بالمال الحلال ونقول كمان ان هو بقى ان شاف رؤية في المنام ان هو برضو رمى الدولارات اللي كانت مقطعه من بهدلة ومستهلكة ديه وجاله بدلها اموال بس بعملة بلده هو الشخصية يعني كما المصلت بها جنيه او من اي بلد تاني على حسب عملتها فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي ان هو برضو هيستغنى عن المال الحرام في الواقع هيدخلوا بدالوا اموال تانية ولكن هتكون اقل ولكن ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيبارك ليه فيها عشان اموال حلال احسن بكتير اوي من مال الحرام والله سبحانه وتعالى ادروا اعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة